السلام عليكم. معكم ارطو ارشاج مهند الصوت. كنت عاوز اكلمكم شوية على موضوع الاعلانات والمراحل اللي بتخش فيها عشان توصل اعلان دقيقة تتفرج عليه. ايه المراحل او الخطوات اللي ممكن بتعملها يعني. اول مرحلة بتتعمل في البداية خالص الف به كتابة سكريبت يعني ايه هو الموضوع. وبعد ما يتعرف الموضوع بتعمله سكريبت او كذا سكريبت بتنقى من واحدة الاول. بعد كده بتخش مرحلة تصوير. التصوير ده ممكن يقعد من يومين لتلات ايام تصوير open اير في اماكن مختلفة اذا كان كومباوند او اعلان اي منتج يعني فالتصوير بياخد مرحلة برضو مش اقل من يومين او تلات ايام تصوير او تلات ايام او تلات ايام اربعة وشرين ساعة. يعني مش تلات ايام مسلا ساعتين تلاتة لا بياخد اربعة وشرين ساعة. انا بكلمك على الاعلان دي ايه ايه يعني. بعد ما يخلص تصوير بيخش مرحلة تانية. اللي هي مرحلة الايدت او المونتاج. هنا بقى المرحلة المونتاج ديت. بياخدوا كل الرشز بياخدوا كل التصوير اللي موجود. ويبتدوا نققوا منها تيكات. افضل التيكات اللي موجودة. ويطلعوا منها في الاخر كزا اعلان او يعني يعني شورت كات ويطلعوا منها اعلانات مختلفة عشان الكلاينت ينقق منها. المونتاج بياخد مراحل برضو كبيرة. ممكن تخش لها في اسبوع واسبوعين. ويبقى شغال فيها كزا مونتير. بعد ما تتنقق ايه بتعمل المونتاج ويتزبط. اوكي بيخش مرحلة تانية اللي فهيبتدي يتسجل الفويس أوفر مع مهند الصوت طبعا المونتاج يبقى في مرحلة معه وفي مرحلة بتخش التلوين فكل المراحل دي بتبقى مشى مع بعضها في كل اتجاه اتجاه بيتزبط edit وبعد كده بيخش مرحلة التلوين بعد كده بيخش مرحلة المكساج وتركيب المزيكة وتركيب الفويس أوفر وبعد كده بعد ما نخلص كل المراحل ممكن ما تعجبش كلينت ونعيد كل ده تاني ونغير ده كله تاني فأنا بقول لكم ان الاعلان الدقيقة او التلاتين ثانية دول بيبقى فيها مجهود كبير جدا عشان يوصل انك انت تتفرج عليه في تلاتين ثانية او في دقيقة دقيقة بالنسبة الاعلان ده كبير يعني عمتا دقيقة ده بالنسبة الاعلان ده بيبقى فترة طويلة بالنسبة ان احنا لاننا مشتغل بالفريم فانت بتتفرج على الاعلان دقيقة لكنه بياخد شغل كتير جدا ومجهود كبير جدا وفيه كاستنج داخله ناس كتير جدا شغالة فيه عشان يوصل لك الاعلان دوت المنتج دوت اللي انت في الاخر هتروح تبيعه او يعني تعمله اعلان عشان يتباع فانا بس حبيت اقول لكم ان ما تستهونش بالاعلان او شغل الاعلانات ده لانه الشغل بتاعه ومجهوده كبير جدا اه وطاقة بتاعته كبيرة جدا يعني بس بس اقول لكم على موضوع الاعلانات دوت وبعد كده هنبتدي يعني نتكلم فيها على مراحل برضه ايه هو المونتاج وايه هو المكساج وايه هو الجرافيك ونخش ايه مرحلة مرحلة كده بس انا حبيت اقول لكم باختصار اعلان الديقة ده بياخد مجهودة ده يعني شوفكم على خير إن شاء الله مع السلامة